في ناس فاكرين ان اللجوء الديني بيكون بس للناس اللي بتغير دينها او الناس اللي بتكون اقليات دينية في مجتمعاتها والكلام ده طبعا مش صحيح الفيديو ده هتعرف فيه كل حاجة عن اللجوء الديني مش بس كده انا كمان هعرفك ايه المهم في مقابلة اللجوء وازاي تقدر انك تحضر نفسك بشكل صحيح وكمان هعرفك ايه الحاجات اللي بتنفع او بتتقبل وايه الحاجات اللي ما بتنفعش يلا حضر قهوتك او مشروبك المفضل ويلا زي ما احنا متعودين نبتدي على طول الفيديو بتاعنا يا اهلا وسهلا بحضرتكم سواء كنتم متابعين او كنتم اول مرة تشرفوني في القناة وقبل ما ادخل في الموضوع احب اقولكم ان القناة عندي فيها مجموعة فيديوهات في اللجوء مهمة جدا 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 يعني لو حبيتوا تدخلوا وتاخدوا كده لفة جوه القناة مش هتندموا خالص انا عايز اقول ان من الواضح كده ان لما كنا تكلمنا عن اللجوء السياسي او اللجوء الجنسي في الفيديوهات اللي فاتت ما كناش برضو لسه تكلمنا عن اكتر انواع اللجوء حساسية وخصوصا في مجتمعاتنا الشرقية او العربية يعني اذا كان المعارض او المثلي احيانا ممكن يتم تقبلهم في المجتمعات الشرقية الا اننا بنلاقي صعوبة كبيرة جدا وحساسية اكبر بكتير في المسائل الدينية وعلشان كده النهارده هنتكلم في كل ما يخص اللجوء الديني من الناحية القانونية وحنحاول اننا نعرض بمنتهى البساطة كل الحالات المحتملة للجوء الديني وده علشان نحاول اننا نفيد الناس يعني باختصار كده لو تبعت معايا الفيديو لحد الاخر هتلاقي اجابة لاي شيء بيدور في بالك بخصوص اللجوء الديني طيب مبدئيا كده اللجوء الديني ده الوسيلة اللي بيقدر من خلالها اي شخص انه يغير الدولة اللي هو عايش فيها بسبب انه منتهض او خايف من اضطهاد بسبب اعتقاده الديني طيب الشروط العامة للاضطهاد او حتى مجرد الخوف من الاضطهاد وكل المتطلبات الاساسية للجوء بشكل عام هتلاقوها في رابط في اول فيديو موجود في التعليقات علشان لو حبيت تشوف الموضوع بشكل عام فيما يخص اللجوء وخاصة فيما يتعلق بالاضطهاد انما هنا حنركز مع بعض على الاضطهاد الديني لازم ناخد بالنا اننا لما بنوصف الاضطهاد بانه ديني مش معناها ان الشخص لازم يكون انه ليه دين يعني الشخص اللي ما بيعتقدش باي حاجة خالص يقدر انه ياخد لجوء ديني وعلى فكرة اي حاجة انا بقولها تقدر انك تدخل تبعاتي رسالة هتلاقيني ردت عليك بالتفاصيل القانونية اللازمة والصابق القضائية الى اخره وخد بالك ان احنا كده بنتكلم في نقطة مهمة جدا وهي ان اللجوء هنا بيتبني على وجود اعتقاد معين او حتى بقى زي ما قلنا عدم وجود اي اعتقاد خالص ودي نقطة هنتكلم فيها شوية علشان النقطة دي مهمة جدا في طلب اللجوء الديني الموضوع مش بس فكرة اديان الموضوع هو السؤال الازلي اللي هو كل الناس بتحاول انها تجاوب عليه بشكل معين بيريحهم او بيقتنعوا به وهو مش سؤال هو مجموعة اسئلة احنا هنا ليه وجينا ازاي وحنروح فين وايه معنى وجودنا ايه معنى الكون وهكذا كل الاسئلة الوجودية اللي اي حد عرفها فما ينفعش نقول بس اديان او اعتقاد ولكن بنقول هي طريقة اجابتك على الاسئلة اللي احنا قلناها دي او غيرها غير طبعا ان كل اديان السماوية او الغير سماوية المعروفة في اديان كمان واعتقادات تانية كتير جدا في ربوبيين مثلا اللي مش داخلين اصلا في فكرة الاديان بس بيقولوا انهم مؤمنين بوجود اله او حتى الالحاد نفسه وانواعه المختلفة يعني مثلا الملحد السلبي اللي هو بيقول انه مش مؤمن بوجود اله ولكن مش معنى كده انه متأكد او بيؤكد على عدم وجوده على عكس الملحد الايجابي مثلا اللي بيقول انه مش مؤمن بوجود اله بسبب انه وفقا لرأيه او تصوره او فكره انه يستحيل وجود اله وده طبعا غير مثلا الاجنوستيك او اللا قدري اللي بيقولك انا معرفش خالص اذا كان فيه اله او مفيش او فيه خالق عظيم او مفيش وما ننساش كمان ان فيه انواع تانية كتيرة جدا فيه اللا اكتراسي اللي بيقولك انا اصلا مش فارق معايا ان نعرف او معرفش وما يهمنيش ان نعرف اذا كان فيه اله او خالق عظيم او لا والتصنيفات بقى ما بتنتهيش وكتيرة جدا فطبعا لو ناخد بالنا احنا تكلمنا بس في نقطة واحدة وهي نقطة وجود خالق او اله اللي هي نقطة كبيرة جدا طبعا او موضوع كبير جدا بيتفرع بقى مواضيع تانية كتير جوه الاعتقاد او جوه الفكر او الاجابات على كل الاسئلة الوجودية وحسب تعددها بيختلف الاراء والافكار فاخد بالك تعدد الاعتقادات الاديان المذاهب الاطياف او حتى الممارسات او الشعائر او الافكار كل ده داخل معانا فيه اللجوء الديني طيب انا في الفيديو ده مش هدفي اني اديلك محاضرة في علم الاديان ولا ندخل في التفريعات دي كلها احنا اللي بنتكلم فيه هنا ان بساطة حضرتك في مقابلة اللجوء بتاعتك لازم انك تحدد فكرك او معتقدك بشكل دقيق هتقول لي انا ما عنديش فكرة او معتقد ما هو بالطريقة اللي انا قلتها لك انت ممكن تقول رؤيتك للكون عاملة ازاي رؤيتك للأسئلة الوجودية اللي احنا قلناها دي عاملة ازاي حتى لو انت مش مهتم انك تجاوب عليها ايا كان بقى يعني ايا كان انت تعاملك مع الموضوع الاسئلة الكونية والوجودية وكل الامور دي انت بتتعامل معاها ازاي ضروري جدا في اللجوء الديني انك اول حاجة تحدد كيف تتعامل مع هذه الاسئلة او بتتعامل مع الموضوع ده ازاي وارجوك لما تيجي تقول ما تقولش كلمة وخلاص ما تقولش انا اجنوستيك انا الاكتراثي انا ما عرفش ايه ما تقولش الكلام ده اشرح من فضلك حتى لو كنت بتعتنق احدى الديانات السماوية قلنا الطائفة بتاعتك قلنا الملة بتاعتك قلنا المدرسة اللي انت بتتبعها في التفسير وعرفنا انت ممارس للدين بشكل عام ولا مش ممارس يعني دخلنا في تفاصيل الدينية لان ده اساس اللجوء الديني كل ده بيفرق جدا في طلبك وما تعتمدش ان المحقق هيسألك في كل حاجة احيانا المحقق بشر في النهاية ممكن ان هو ما يسألكش سؤال يكون مهم جدا في طلبك ما تنساش في النهاية ان ده طلبك انت يعني مصلحتك انت ولازم ان انت تكون حريص على مصلحتك اكتر من اي حد تاني وفتكر دايما انك كل ما بتدي تفاصيل اكتر كل ما كانت مصدقيتك اكتر وكل ما كانت قصتك مقنعة اكتر خصوصا لو كانت كلها متماشية مع بعضها طيب عدينا نقطة تحديد الاعتقاد على وجه التحديد لازم بقى بعد كده تقول لي هل اعتقادك ده كان هو اعتقادك طول حياتك ولا غيرته او حصل تغييرات كتير وطبعا مش محتاجة اقولك انك لازم تقول لي اي هي اعتقاداتك اللي كانت قبل كده وفي الحالة دي لازم تشرح لي بالتفصيل نقطة التحول بتاعتك وايه اللي خلاك تغير اراءك او افكارك او رؤيتك واذا كنت اعلنت الكلام ده كان ايه رد فعل الناس اللي حواليك وهكذا اديني تفاصيل وطبعا مش محتاجة اقول لك كمان انك لازم تشرح المحيط اللي حواليك اللي هو يعني المحيط الاسري المحيط العائلي البيئة بتاعتك المجتمعية مجتمعك الصغير المنطقة اللي انت فيها المجتمع بتاعك بشكل عام والمطلوب هو انك مش بس تقول هم اعتقادهم كذا او ديانتهم كذا لا حاول تركز على نقطة مدى تسامحهم او مدى تشددهم ولو تقدر تدعم الكلام ده من خلال معتقدهم او فكرهم او ممارستهم يكون طبعا افضل بكتير لكن لو ما كنتش غيرت معتقدك او فكرك لازم تقول ليه انت نشأت فكرك مختلف عن الناس اللي حواليك الا طبعا في حالة لو انت اصلا كنت بتنتمي لأقلية دينية في الدولة او المجتمع اللي انت موجود فيه وهذا الموضوع بيكون اسهل الى حد ما حسب طبعا ظروف كل مجتمع وكل دولة بس في جمال احوال اللي عايز اقولهولك ان ممكن كل اللي قلناه دلوقتي ما يكونش كفاية لو ما كانش عندك ادلة او اسباب قوية ومنطقية على وجود اضطهاد او احتمال وجود للاضطهاد وده لان موضوع الاعتقاد بالرغم من انه زي ما قلنا اكتر حساسية من اي شيء تاني الا انه مش دايما بيتم اعلانه وممكن الانسان يخبيه بسهولة اكبر بكتير من المثلية او المعارضة السياسية وعلشان كده اللجوء الديني دايما بيحتاج اسباتات قوية جدا على الاضطهاد وغالبا بيكون للاقليات الدينية اللي بتتعرض لعنف جماعي بسبب مثلا فتنة معينة او حرب الى اخره برضو لازم ناخد بالنا ان الاعتقاد او الدين لازم يكون اعتقاد سلمي ولا يدعو للعنف حتى لو كان الاعتقاد او الفكر ده لا يؤمن بي الا شخص واحد بس وهو الشخص مقدم طلب اللجوء بس طبعا ارجع واكد ان كل الكلام ده اللي موجود في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ممكن يبقى مجرد حبرة على ورق لو كنت بتقدم طلب اللجوء في دولة المجتمع فيها نفسه عنده مشكلة مع اعتقادك او فكرك ساعتها هتبقى بتضيع وقتك وقت الدولة اللي انت بتقدم فيها اللجوء على الفاضي حاول انك تختار دولة متسامحة مع الاديان والمعتقدات بشكل عام وعلى الاقل يا سيدي اختار دولة متسامحة مع المعتقد او الفكر بتاعك اللي انت عايز تقدم على اساسه طلب اللجوء طبعا فيه تفاصيل تانية كتير جدا في اللجوء الديني بس مش هنقدر نطول علشان وقت الفيديو بتاعنا ما تنساش تشترك لو ما كنتش لسه اشتركت في القناة علشان يوصلك كل جديد وما تنساش كمان تعمل لايك وتقول لي حابب نتكلم في ايه تاني في الفيديو اللي جاي قول لي كل حاجة في التعليقات واشوفكم دايما على خير سلام اشتركوا في القناة